أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول فيه صاحبه يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب هذا ما يصلح العموم أن تقول للشباب كلهم على هذه الطريقة لا الشباب فيهم خير ولله الحمد فيهم خير كثير وفيهم شباب طيب ويرغبون في العقيدة ويدرسونها في المعاهد والكليات وفي حلق المشاير لكن بعضهم قد يكون بعضهم أنه ما يهتم بالعقيدة ولا شك إن هذا نقص خطأ يجب عليهم أن يدرسوا العقيدة الصحيحة ويتعلموها لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال وإذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال وقبلت وهي الأساس نعم ترجمة نانسي قنقر